تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين ترك أحد الإخوة رسالة في البريد الإلكتروني التابع للموقع على الإنترنت عفوا على الفيسبوك على الفيسبوك نعم ويسرني أن أرد عليه بهذا العرض القصير حول السر الثالث للعذراء هذا السر وكانت السيدة العذراء قد ظهرت في بلدة فاطمة في البرتغال بلدة فاطمة نسبة إلى إحدى الأميرات العربيات وليس إلى فاطمة بنت محمد بن عبد الله نبي المسلمين طبعا من السر الأول أو الثاني كان انهيار العالم الشيوعي العالم الشيوعي الماركسي الملحد الذي كان قد أسسه بمساعدة بمساعدة فلاسفة خصوصا يهود أيضا اليهودي كارل ماركس الذي اسمه الحقيقي كان على ما يبدو كي أم كي أم مش كارل ماركس بل كيسل مردخي طبعا هذا شيء مثير للانتباه أنه في نفس السنة التي نشأت فيها الثورة البولشفية 1917 ظهرت العذراء متنبئة عن نهاية الشيوعية التي نهرت في أوائل التسعينيات أو التسعينات من القرن الماضي الآن ينسب إلى السيدة العذراء طبعا الكنيسة الكاثوليكية لا تتخذ موقفا رسميا من الظهورات أو من المعجزات لأنها دائما تتمسك بجوهر الإيمان وجوهر الإيمان موجود في الكتاب المقدس في التقليد الرسولي وفي تعاليم الكنيسة كل إذن الظهورات والمعجزات تبقى مواضيع بحث علمي طويل جدا ونادرا جدا ما تتخذ الكنيسة موقفا طبعا البابوات ابتداء البابا وخصوصا من البابوبيوس الثاني عشر يعلمون بهذه الأسرار ولكن ما نشر في وسائل الإعلام أو في الفيديو الذي نقله إلينا الأخ المشار إليه تنبه السيدة العضراء أنه يجب على البشرية أن تتوب تنبه عن تفشي الشر في العالم تقول أن أمما ستفنى عن وجه الأرض أن ثلث البشرية سيبيت ولكنني لا أذكر أو هذا ما نسب أو ما هو منسوب إلى السيدة العضراء وما يقال أنه السر الثالث هذا السر المعلن ولكن لا أذكر أي موقف رسمي من قداسة البابا ولا من مجمع عقيدة الإيمان حول هذا الموضوع الذي يمكن أن نقوله الآن من غير تسرع ومن غير إهمان للموضوع إلى حين بحثه بتفاصيل أكثر أن التوبة ضرورية أن يوم الرب يأتي ويطبق على البشر كالفخ كما ورد في إنجيل لوقة من غير أن نعرف هذا اليوم أما اليوم والساعة فلا أحد يعرفها وطبعا هذه دعوة مستمرة للسهر وللتوبة وللعودة إلى الله ونبذ الرذيلة وإن شاء الله في الأيام المقبلة سندرس الموضوع بشكل مستفيد ونأمل أن نعطي ردا أفضل وأكمل مع الشكر لإصلاقكم فضورا تبقية توقية ولمن توقية شكرا